لأقرب المسألة الأزهر حريص على وحدة المسلمين وهو يعلم ويتعلم ويعلم أن التراثنا تراث حواري نقاشي متعدد التوجهات متعدد الاتجاهات لكن كله في تحت مظلة الإسلام والدين بشكل عام وكما ذكرنا أعتقد الحديث في الحلقة الماضية من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم هو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله وهو حديث صحيح وبعدين نبي صلى الله عليه وسلم نهانا في نهاية الحديث فلا تخفروا يعني لا تنقضوا ذمة بعدين تخرجوه من يعمل الحاجات التلاتة وبعدين يقولوا ده مش مسلم اليوم نستعدل كتاب أصول الدين شوف أصول الدين اسمه وده برضو للبغدادي الذي تحدثنا عنه سابقا هو كان يستعرض مسائل في ترتيب أهل السنة والجماعة من هم أهل السنة؟ كأنه يجيب على هذا السؤال الذي طرح حديثا هذا الباب في ترتيب أئمة الفقه من أهل السنة والجماعة كور للفقهاء السابعة والفقهاء الأربعة وغيرهم إلاك ثم بعد ذلك خذ لبالك المسألة الثانية عشرة من هذا الأصل في ترتيب أئمة الحديث والإسناد بأول حاجة جاء لنا الفقهاء كلهم من أهل السنة والجماعة ثم المسألة الثانية الترتيب أئمة الأهل الحديث يعني السلافيين والإسناد ثم بعد ذلك المسألة الثالثة عشرة في ترتيب أئمة التصوف والإرشاد إذن هذا هو ترسنا المنفتح الذي يجمع عشان كده أيام ترسنا وصل الإسلام إلى الأندلس غربا وإلى الصين شرقا اليوم في ظل يعني هذه الفوضى غير الخلاقة لأن الفوضى لا يمكن أن تكون خلاقة نحن يعني لم نستطع أن نحافظ على بعض من أراضينا التي يعني تتبعنا ده بسبب الهجوم على الإسلام وممثلا في رمز الإسلام وهو الأزهر وبسبب يعني التغزية اليومية بأن الأزهر لا يمثل الإسلام لا إحنا كلنا فقهاء وكلنا أئمة وهم غير مؤهلين حتى إن كثيرا منهم يخضئ في أبجديات اللغة العربية نعم يعني هذا الذي يخضئ في أبجديات اللغة العربية كيف يزعم لنا أنه جاء يعني ليفهمنا ديننا ولنظر لنا الإسلام من جديد شيء مضحك ومحزن ومبكي في نفس الوقت أكثر من ذلك عشان يعني أبرع الأزهر مما ألسق ويرسق به يوميا من أنه هو يعني بيجامل كذا ولا تراجع تراجع الأزهر ليحنا انتمائنا للإسلام وانتمائنا للبلدنا ولوطننا الذي نأكل ونشرب فيه وانتمائنا أيضا للعروبة وللإسلام هذا هو ولنا انتماء عالمي حين نتحدث عن السلام العالمي منذ ألف عام والأزهر يتحدث عن لم شمل المسلمين جميعا لماذا تعاد صياغة هذه الأفكار حاليا في هذا الوقت تحديدا هو أولا جهل بتراثنا يعني محدش يقدر طب انت بتطلع العبارة مش عارف ما تكفر مينه طب ما تطلع العبارة دي طب ما يعني أنتم ناس قلبكم على البلد وقلبكم على المسلمين وقلبكم على حضاراتكم طب ما تطلع الكلام بقوله ده أنا وليحنا بندرسه لكن لا كله ده يعتم عليه إنما يأخذ حاجة علشان لأنه مطلوب الإثارة مطلوب الفرقة مطلوب الاختلاف وأنا لا أريد يعني أن أدخل في مسائل الأجندات الدولية والعالمية والكلام ده ما علاش يعني خلينا أتحدث عما أراه وعما أسمعه فأنت بتنزعني من تراثي اللي شوية أنا ماسك فيه واحتمي بي وأصني الظهر إليه حسن ترميني فيه القاع البحر لأن لا يوجد لا توجد ثقافة أوروبية حتى على الأطلاق إنما المطلوب أن يكون الشارع المصري كالشارع الأوروبي أخلع الحجاب بلاش الزواج يعمل لزواج مدني هذا هو الذي نريده الآن لبلادنا ونحن في أزمة أزمة يعني أزمة وجود أو أزمة عدم لو أردنا أن نرد بمقال على مقال يشتم الأزهر لا يسمح لهذا المقال إلا بعد يعني عناء شديد لا يرى النور لا يرى النور وإذا أردنا أن يخرج واحد تاني في القناة يتحدث بصعوبة شديدة وكثيرا ما يرفض كأن هناك حملة على الأزهر الشديد هذه الحملة والله لا تصب إلا في فلسفة داعش ونظام داعش وحرب داعش فضي الله أنا والله حديثي إلى الجماهير التي يعني تضلل سواء من إعلام مسموع أو إعلام مقروء وأن يطمئنوا إلى أن أزهرهم يحمل الأمانة ويحتضنها الأزهر تحتمل كلها نفس الكلمات والرسالة الوحدة ونبذ التطرف والفرق نعم ولكنه هجوم ممنهج كما قلت فضل الذي يصنع ذلك هل يقال أنه ذهب إلى جرزني علشان يخرج المذهب الفلاني من الأهل السنة والجماعة وتقوم القيامة ولا تقعد اسألوا من صرح بهذا لا تسألوا شيخ الأزهر الذي ذهب ليقول أن المسلمين أمة واحدة نعم وأنه يجب أن نقضي على هذه التفرقة وأنا ضد التكفير وسأطارد التكفير حتى لو كان من الأشاعر أنفسهم نعم وقد وقع من الأشاعر أنهم كفروا غيره وهذا خطأ وأيضا لا أرض التكفير لا عند السلفية ولا عند الأشاعر ولا عند الشعار نعم يعني ثم تفرقة المسلمين إلى أشاعر وصوفية وسلفية يقومنا هذا كلام هذا كلام مدرجات وكلام علم وكلام كتب نعم مش كلام شارع لدعوة من تها الخطورة أن تنزل إلى الشارع أو أن تنزل إلى العامة فضلا عن أنك أنت يعني تدعمها بأموال وبجنود وبمدربين وبدعاه فالمؤتمر الأخير كان مبشر لأنه كان الحوار فيه صريح إلى أبعد الحدود أولا ضرورة العمل على خلق عالم متفاهم ومتكامل من خلال بناء حوار مجتمعي إسلامي مسيحي يكون فيه المجتمع المدني فاعلا لتجسير الهوى في فهم الآخر يعني شوف إحنا اهتماماتنا وهو ممنعي إقامة لقاءات شبابية متبادلة من طلاب بالجامعات بين المسلمين والمسيحيين تتخللها محاضرات تؤكد عن التسامح والتعايش لأننا نحن عايزين هذه الثقافة تنتشر بإحنا يأسنا من صناع القرار إنما نريد الآن أن ننزل بهذا المفهوم إلى طبقة الجماهير بناء برنامج أكاديمي مشترك مدته خمس سنوات للبحث في أسس وقيم التسامح والتعايش في الإسلام والمسيحية إقامة موقع رقمي للتعريف بكل المبادرات مع التأكيد على ضرورة إتاحة كافة المواد الفيلمية والمؤتمرات والدراسات التي تخدم الهدف السامي للمجتمعين في أبو ظبي والمهتمين بهذا الأمر دعم المبادرات التي تسعى لتأكيد قيم التسامح والعيش والمشاركة نحن على السعادة الأنك أزهر أفتح الباب على مصري لأي برنامج مصري